السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اعلن البرتغالي فيتوريا الناخب الوطني المصري عن القائمة النهائية للفراعين المشاركة في كأس افريقيا للأمم بكود ديوار 2023 وجاءت القائمة كما يلي في حراسة المرمى محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في الدفاع هناك أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأسامة جلال أحمد سامي محمد هاني عمر كمال أحمد فتوح ومحمد حمدي خط الوسط تكون من حمدي فتحي إمام عشور محمد النيني مروان عطية أحمد سيد زيزو أحمد كوكا ومحمود حمادة وخط الهجوم محمد صلاح مصطفى فتحي محمود تريزيقي عمر مرموش مصطفى محمد محمود كهربا وأحمد حسن كوكا وقد تنوعت القائمة في الخطوط الثلاثة والقائمة ضمت 27 لاعب هو الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الإفريقي لكورت القدم يذكر بأن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتوجات بالكؤوس الإفريقية للأمم حيث بحوزته سبع ألقاب وخض في الدورة النهائية بالكاميرون المباراة النهائية وخسرها أمام منتخب السينيغال بركلات الترجيح وأيضا يعد صاحب أكبر عدد مباريات في المنافسة الإفريقية ودائما واحد من أبرز المرشحين للوصول إلى الأدوار المتقدمة كيف ترون قائمة المنتخب المصري وهل بإمكانه الوصول إلى التتويج شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وترك التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته